أروح لموضوع جداً مهم يعني بصراحة كثير عندي تتصل بسبب الانتخابات والهيئات الإدارية إنه هيئتين إدارية وهذا الموضوع ما جاي نعرف حقيقته رئيس اللجنة الأولمبية لازم العاصة من النص ما جاي نعرف طبعاً هذا الكتاب يوم 28 بالشهر أي منازع بين طرفين مركز تسوية تشكل باجتماع الجمعية العمومية يوم 26 بالشهر يعني هذا الكتاب صدر بعد تشكيل مركز تسوية زين إلما أنتم خالين مركز تسوية يناقش الموضوع الخطر إن هذا الكتاب تدخل في شؤون الهيئات الإدارية خارج اللجنة الأولمبية وتدخل سافر من قبل رئيس اللجنة الأولمبية وإذا وصل للجنة الأولمبية الدولية شنو رح يكون المبرر إذا تقولون على القانون العراقي فالقانون يسمح لكل رؤساء الأندية يدخلون بالجمعية العمومية ليش ما دخلوا؟ ليش هنا تتحاملون بقانون وهنا تتحاملون بغير قانون هاي مخالفة قانونية واضحة علماً هذا نادي المشخاب يعني اللي الصورة واضحة أمامنا ثلاث رؤساء اتحادات اتدخلوا من أجل إيقاف انتخابات نادي المشخاب وفق القانون لكن هاي الانتخابات قانونية من أجل بعض الأمور اللي حتى أنا أمطيك تمثيل وانت تطيني تمثيل وضغط على مكتب الأندية الجديد اللي تشكل وأثره على رئيس اللجنة الأولمبية وضغطه حتى يوافق على هذا القرار إذن القرار من يتخذ من اللجنة الأولمبية أو من رئيس اللجنة الأولمبية يعني خليعرفوا الجميع وتروح شكوى اليوم للجنة الأولمبية وبقي للصورة مخرجنا هذا الكتاب هسه إذا هذا النادي راح اشتكه باللجنة الأولمبية الدولية راح تتوقف الرياضة بالعراق لأن ما من حق اللجنة الأولمبية تدخل تدخل مباشر بالأندية والاتحادات هسه إحنا ما نعرف أنتوا علمين شكلتوا لجنة الأندية برئاسة الأستاذ مهدي شواي وعلاء جابر والأخوة شنو الغاية ذا ما تسمعون كلامهم ليش هاي المشاكل بالأندية إذا دخلت الوزارة راح تقولون ها الوزارة دخلت وما يصير وذا جو حليكم الناس أنتوا لا تحلون ولا ترقطون ومجاملات ونصعد للمكتب القانوني والمكتب القانوني يرفعها للجنة الأندية ولجنة الأندية ترفع التوصيات لرئيس اللجنة وهم تدخل رئيس اللجنة فإذن أنا أعتقد هذا الكتاب خطر جدا عن الرياضة العراقية وأتمنى يتابع متابعة دقيقة الكابتن أدنان درجال ويتخذ خطوات حقيقية لأن منه يتحمل إذا الرياضة العراقية توقفت ترجمة نانسي قنقر